حدثت قضية في داخل البيت سيدنا رسول الله وكان السيدة زينب بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت مع زوجها أبو العاص بن الربيع وكان أبو العاص هذا على غير ملة الإسلام فلما نزل الأمر من الله بالتفرق بين كل مسلمة وغير مسلم ففرق رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهما لكن السيدة زينب كان أسرع إليها الخطاب لكي يخطبوها بعدما طلقت من أبو العاص بن الربيع ابن خالتها فالسيدة زينب تقول لا لعل الله يأتي بأبو العاص مسلمة القضية ليست هنا القضية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقرها لأنها تمسكت ببيتها لم تشأ له أن ينهار لم يرغمها على الانفصال لم يرغمها على الزواج من غير أبو العاص فتقول له يا رسول الله لعل الله يأتي بأبو العاص مسلما حتى أتى أبو العاص ابن الربيع إلى مكة والسيدة زينب تقف في صلاة الفجر وتقول أيها المسلمون اشهدوا فإني قد أجرت أبو العاص ابن الربيع وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أجرنا ما أجرت يا زينب حتى لا تعرض لأهد بسوء يعني نعم حتى نزل يعني هو في حميت يعني إجارة كتزماء الجوار يعني الحصانة بمفهوم العاص يعني ممنوع حد يتعرض حتى دخل أبو العاص في الإسلام وزوجهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى